حضراتكم دايماً متعودين من ملعب الأهلي عندنا النهاردة 3 فقرات الفقرة الأولى بعد طبعاً كابتن سامير عثمان أصبح رئيساً للجنة الحكام المصرية خلال مباراة الدوري في الموسم القادم إن شاء الله كل التوفيق لكابتن سامير عثمان بالملاسبة كابتن سامير عثمان واحد من الناس اللي أنا اتعاملت معها كتير هنا في قناة النادي الأهلي وفي ملعب الأهلي كابتن سامير عثمان شخصية محترمة جداً شخصية بتقبل النقد بالمناسبة يعني الكلام اللي أنا بقوله ده مش معناه لنا لن أنتقد الكابتن سامير عثمان خلال الفترة اللي جاية لو لقينا حاجة ننتقدها حنقولها وحنقولها بمنتهى الصراحة زي ما كان هو دايماً بيتكلم معنا هنا بمنتهى الصراحة ودايماً الكابتن سامير عثمان كان لما بيجي يتكلم عن النادي الأهلي أو طاقم التحكيم في كل مباريات النادي الأهلي كان بيتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصدق عمره ما كان يقول لك أنا هعمل دي عشان خطر النادي الأهلي عمرها ما حصلت الحقيقة عمرها ما حصلت افتكروا كده مباراة ودي دجلة مع النادي الأهلي والكابتن سامير عثمان كان له رأي مغير عن الاستوديو التحليلي في ذلك الوقت وقال ايه افتكروا الكلام اللي الكابتن سامير قاله عشان كده كل التوفيق للكابتن سامير عثمان عنده مهمة صعبة جدا 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 خلال الفترة القادمة ولكن في النهاية انا متأكد ان الكابتن سامير عثمان قدهه قدود لان طبعا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا منذ تولي او منذ الاعلان عن تولي كابتن سامير عثمان رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة هناك بعض المحاولات للنيل من الكابتن سامير عثمان ولكن الكابتن سامير عثمان الحقيقة وشهادة حق الوجه الله انا تعاملت معاه بمنتهى المنطقية بيتكلم بمنتهى المنطق لو في حاجة ضد النادي الأهلي بيقولها على الهواء مباشرة في قناة النادي الأهلي لو في أي حاجة لصالح نادي تاني قدام النادي الأهلي بيقولها بمنتهى العدل وبمنتهى المنطق الحقيقة فالكابتن سامير عثمان نتمنى له كل التوفيق كل الكلام اللي أنا بقوله ده مش معناه أن احنا لن ننتقد أداء الكابتن سامير عثمان لو لم يؤدي بشكل جيد في رئاسة لجنة التحكيم خلال الفترة اللي جاية هنكون أول المنتقدين للكابتن سامير عثمان في حالة أن احنا شفنا حاجة كده ولا كده هنقولها على طول لحضراتكم نتمنى له يا رب كل التوفيق لأنه سيكون على مسافة واحدة من كل الأندية وجهة نظري وحتبان بقى وحنشوف خلال مباريات الدوري خلال الفترة اللي جاية ومرة تانية بقولها وبكررها مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده أننا مش هنتقد الكابتن سامير عثمان أو مش هنتقد سياسة الكابتن سامير عثمان إذا وجد انتقاد أنا مهم جدا أن أقول بس لحضراتكم هذا الكلام